إذن لدينا المراجعة أيضا الربع سنوية وهي الأولى للعام 2023 بالنسبة لمؤشر الأم سي آي أبرز ما شاهدناه بما يتعلق بأسواق المنطقة بالنسبة للأصول المرتبطة بجميع المؤشرات الخاصة بأم سي آي نحن نتحدث عن 16.7 تريليون دولار هذا بشكل عام بالنسبة للأسواق الناشئة لدينا طبعا تواجد للسعودية مصر الإمارات وقطر وأيضا الكويت ضمن المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة ولكن الصين هي الأكبر وزنا بوزن يبلغ 31 في المئة التنفيذ للمراجعة التي سنتحدث عن تفاصيلها بعد قليل سيكون في الثامن والعشرين من فبراير أما بالنسبة للتغييرات التي كنا قد شهدناها بحسب هذه المراجعة لأسواق المنطقة بالنسبة للسوق السعودي العرض المتقن للخدمات التجارية والسعودية لتمويل المساكن نحن نتحدث هنا عن التفاصيل المتعلقة بملكية الأجانب الحالية التي تبلغ 13 نقطة المئوية ونصف النقطة المئوية بالنسبة للسعودية لتمويل المساكن بالنسبة لأيضا الأسهم التي تم إضافتها لسوق دبي المالي تم إضافة مصرف عجمان تعليم القابضة وإمباور وهذه هي الأرقام الخاصة بملكية الأجانب على هذه الأسهم الجديدة وبالنسبة لبورصة مصر تم إضافة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأيضا حديد عز ضمن هذه المراجعة وهي كما تحدثنا هي الأولى بالنسبة للعام 2023 ترجمة نانسي قنقر